نيلي يعني أولاً مبروك عروسة الله يباريك فيك يعني كلنا شفنا صور وسمعنا الخبر فروحنا لك جداً وإن شاء الله تكون بداية خير عليك وصفحة جديدة من حياتك يا رب بس متى الست تقدر تقول خلاص أنا مستعدة الآن أنا قلبت الصفحة ومستعدة تجربة جديدة ومستعدة المغامرة جديدة مع شخص جديد أكيد مش بتبقى على طول يعني بتغذية وقت طويل أنت خلي بالك أنا يعني أنا متطلقة كنت أبقى علي 6 سنين مثلاً تقريباً على قد ما هي بتبقى تفكيرياً صعبة بس لما بتلاقي الشخص المناسب بتلاقي ربنا مسهل كل حاجة كل حاجة بتمشيك بسرعة ما فيش تعقيدات ما فيش عارفة ما تعودش تفكري كتير أنا رأيي لما تعود تفكري كتير قوي يبقى بلاها خلص أيوه أيوه لكن لما بتعير ربنا مسهلها بتبقى أسهل ممكن المشكلة عند المشاهير بالعموم يعني لما نشوفه شخص معين يعني قد يكون شخص كويس بس هي ما تعرف هو معجب بالفنانة اللي هو عارفها وشايفها أو هل ممكن الشخصية اللي قد تكون يعني في الحقيقة هو ممكن أنا بالنسبة لي بيبقى أريح يبقى مش عارفني أوي أيوه بيبقى أريح كتير بس أنت ما فيحد ما يعرف كين اللي صار الموضوع بالنسبة لي يعني عارف بس مش عارف ما كانش هل تحس إنه هذي فعلا مشكلة حقيقية عند المشاهير إنه حتى في العلاقات الصداقة أو أي نوع من العلاقات يحس إنه ممكن بعضهم ياخد وقت اللي يعرف يفرج لا يا مشكلة هقولك في إيه هو في العموم يعني بحكيلك في العموم ومش علي أنا بس في العموم أعتقد إنه هما في الأول الراجل بيدخل على أساس إنك إنتي فنانة إيوه فبياخد المنظر بتعريد كاربت وإنتي بتنزلي بقى عريد كاربت وإنتي حتى الميكاف وعمل شعرك وسجامل عند الكوفير وكده فهو وفي الشام بديل كده الشكل ده اللي في ذهن إيوه فهمها مرة اتنين يعني مناسبتين وبعد المناسبة الثالثة ما هو أنت بني آدم طبيعي في الأخر أنت بتسحي منهم مش حتى ميكيجل لكس في جيمة وبتخرجي وبتروحي ممكن تسحي من صدعة ومالك خلج عادي وممكن تكوني ما بتروحيش للكوفير أصلا حياتك بسيطة أفسط ما يكون فهنا بقى بيبين هو أنت عايزني ليه؟ عايزني كشكل ولا عشان أنا بني آدم وفي الأغلب هم حتى ما بيلحقوش يعرفوك كبني آدم هم إيوه إيوه اللقطة دي لكن نادرا لما حد يتعب نفسه أنه هو يعرفك كبني آدم طبيعي يعني بسيط بسيط من غير مهنتك من غير ريت كاربت ومن غير أي حاجة تانية